أستاذ أحمد سؤال أخير فيما يتعلق باستهلك جزائري استهلك أجنبي هل هي ثقافة أم غياب استراتيجية في الجزائر هل الاقتصاد الجزائري اقتصاد يمشي عن طريق الفوضى يمشي بدون استراتيجية مخططة لأكثر من 20-30 سنة إلى الأمام وليس لخمس سنوات أو أربع سنوات يعني استراتيجية متكاملة حتى نقول بعد 30 سنة رح يقوله بالجزائريين رح يستهلكوا صح منتوج وطني سواء في الغذاء أو في الألبسة أو في أمور أخرى أم أنه مجرد يعني كلام هكذا يطلق في حملة توعوية وغضوة من ذلك يعني ينساوها الناس ويروحوا ونستهلكوا أجنبي بالأساس أن استهلك جزائري أو استهلك وطني هي مسائل عاطفية أكثر منها حقيقية لأننا لو كان جينا مش مسائل عاطفية كنا منذ يعني الانطلاق في مسيرة التنمية كنا نتوجه إلى تنويع الاقتصاد الوطني إلى تنويع المنتج الوطني إلى رفع القدرة التنافسية المتقليشن الجزائري خذ هذه السلعة هي لا تحتوي على أي معيار من معايير الجودة والسلامة والاستدامة إذا كان يعني والاستدامة أما إذا كانت منتجات أجنبية أنا منشي شجع في المنتجات الأجنبية تتوفر على مختلف المعايير بتاع المصداقية والجودة والنوعية والسلامة وتقريبا في نفس السعر أو ما يقاربه هنا نجد بأن المستهلك يتوجه دائما إلى الأحسن وإلى الأفضل طبعا عدنا أيضا عنصر آخر ثقافي هو التعلق بكل ما هو خارجي والشك في كل ما هو منتج جزائري ووطني طبعا إحنا ماذا بينا بلادنا تكون من البلدان التي في مستوى توفير كثير من المنتجات الوطنية وهذا يتعلق بأمنها ويتعلق بقدرة الجزائر والجزائر لديها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يمكنها من أقوى الدول على مستوى الساحة الإفريقية والعربية والدولية ومن فكروش فقط لما قلت لستراتيجي ولا عاطفي في فقط ندوى وعقدات في الجزائر من أجل التفكير في التنوية على الصادرات خارج المحروقات فعجزنا عن تصدير الأساسيات التي موجودة عندنا إمكانياتنا الحقيقية ثرواتنا الحقيقية المواد التي يمكن أن نصديرها إلى الخارج والنفس بها ففكرنا في المنتجات يعني يضحك منها الشعر الجزائر لكي الحديث نختم بهذا الفيديو أستاذ أحمد وهو فيديو من الولايات التحدة الأمريكية وهو منتشر في العالم أيضا لاستعمال المايوناز بما أننا نتحدث عن المايوناز استعمال المايوناز في ربما وصفات لترقيب الشعر لدى النساء وهذه موضة جديدة ربما نشاهد هذا الفيديو ثم نعود نعم هذا هو الفيديو أستاذ أحمد استعمال المايوناز لترطيب الشعر أو في وصفة للشعر في خرجة من خارجات الموضة وربما هي معروفة لدى النساء أنا لا علم لي في هذا الموضوع ربما ما عنديش تقافة كثيرة في علم الحلاقة للنساء ولكن هذه أجنبية ربما لو كانت انتشرية الظهر في جزائر رح تفوت الفاتورة 30 مليون دولار أستاذ أحمد طبعا رح تكون 100 مليون دولار هكذاك للعام نعم من جانب المحاكات والتقليد نعم تتفع الفاتورة تتفع الفاتورة شكرا لك أستاذ أحمد شريفي نائب برجل الشعبي الوطني وأستاذ في الاقتصاد مشكور جدا على حضورك معنا شرفتنا أستاذ أحمد شكرا بارك الله فيكم و بالتوفيق لقناة النهار هي أشخفتني أميد لك لا يستقل